دكتور بعد الترحيب تغير المشهد، مشهد السياسة الدفاعي الألمانية في فترة وصفت بشديدة الحساسية كما قال أورف شولز كيف ترى الإجراءات الألمانية الأخيرة؟ بسهد خير أستاذ رعد على حضرتك وعلى السادة الديوف والسادة المشاهدين أيضا يعني بطبيعة الحال احنا بنتناول استراتيجية دفاعية بتشهد منعطف تحول ربما فرضته لحظة الحرب الروسية الأوكرانية وهذه ليست هي اللحظة الأولى اللي بتتغير فيها السياسة الدفاعية الألمانية لأنه بالتأكيد بعد الحرب العالمية التانية كانت هناك منعطفات شكلت رحزات يعني ضغطة وأيضا كان هناك نوع من الصعود والهبوط فيما يتعلق بمصار الدفاعي لألمانيا لأنه على سبيل المثال خلال فترة الحرب البردة كان الاتجاه هو عادة بناء قوى عسكرية في ألمانيا بشكل يعني ألمانيا انتهجت فيه مع القوى الغربية ومساعدة الوقت المتاحة الأمريكية أيضا فكرة التخلص من إرس الحرب العالمية التانية أيضا بعد الحرب البردة بدأ الانخفاض في مؤشرات الانفاق العسكري لأنه لم يكن التهديد قائما من المنظور الدفاعي الآن بعد الحرب تغير هذا المصار بشكل كبير رغم أنه المؤشرات الخاصة بموضوع الانفاق العسكري على سبيل المثال من 2018 بتدل على أنه تقريبا فيه حوالي 25 نقطة زيادة في الانفاق الدفاعي بشكل سنوي لكن أيضا منذ أن أطلق المستشار الألماني أولف شولز الخطته في مارس الماضي أنا أعتقد أنها لم تدخل حيث التنفيذ بشكل جدي لأنه ربما كان فيه دبيت حوالين ده على المستوى السياسي وبالتالي من الواضح أنه تأجل الخطة اللي كان المفروض تبدأ من 2022 اللي تبدأ من العام الحالي يعني مثلا الصندوق السيادي العفون الصندوق الجديد للانفاق العسكري أو للتمول الدفاعي ما أخدش موافقة من البرلمان أيضا أعتقد أن الموازنة ما شاهدتش التفرة أو الزيادة اللي كانت متوقعة وبالتالي ده هيبقى ضغط على الخطة لو بالفعل كان من المفترض أنها تبدأ من 22 لكن أنا بأعتقد أنه التغير اللي احنا أمامه النهاردة مع تغيير وزير الدفاع ومع هذه المؤشرات بتقول أنه يعني ربما هناك اتجاه بالفعل لأن تأخذ الأمور بشكل أكثر جدية صحيح أنه ألمانيا بتحاول أنها تعمل نوع من التوازن بعد اختبار ما يقرب من عام لهذه الحرب يعني هي بتحاول أنها تكون أيضا بتشوف وجهة نظر أو التحركات أو تقييم ساحة الحرب بحيث أن هي ما تستفزش روسيا بشكل كبير لكن في نفس الوقت عندها أجندة وطنية لمسألة يعني فكرة أنها تكون متأهبة أو جاهزة لأي سيناريوهات في المستقبل وأنه اللحظة بتفرض عليها هذا الوضع بشكل اضطراري يعني يفرض أن تكون هناك بالفعل حالة من الجدية لهذه الأجندة بشكل أو بآخر وده مش بالنسبة لألمانيا بس ده طبعا يعني يمكن اليابان بتحتاج أن نحن نسلط على الضوء أيضا في هذا السياق كلا الدولتين كانتها في الحرب العالمية التانية شايفين اليابان أيضا في وسط بيئة متوترة زي اللي بيحصل دلوقتي فيه كوريا من كوريا الشمالية أو اللي بيحصل من الصين تجاه تايوان أو غيرها فبدأنا نشوف المستوى غير مصبوخ من الانفخل العسكري